موسيقى اليوم تنعيش في مقاطعة الناخيل في جزئة الكوطر المحادية إلى حيل فخارة والمحادية إلى القصر الملكي واحتلوة بيئي خطير لأن هنا في هذه الماكلة توجد فيه الآن في مخلفة البناء وفي مستودع لرمي الأترباء والنفايات النفايات بشتأنواعها النفايات الطبية والنفايات الصلبة والنفايات المنزلية جميع النفايات كانت توجد في هذا المكان عدة مرسالات عدة نقطة في عدة ضوارات بمجلس المقاطعة الناخيل عدة محاضر حررت من طرف الليجن المختصة بش هاد المستودع يتزال من هاد المكان وبش صاحب هاد المستودع يعني ينقي هاد المكان من هاد الاتريبة اللي هو تسبب فيها لأنه جبال من الاتريبة ومن النفايات ومع العلم أن هاد الناس كيتخلصوا في هاد الاتريبة وكانوا كيهزوا الطراب الحي ديال هاد المنطقة لأن هاد المنطقة كانت عراسي وضايعات كانوا الناس يجيو تديروا في عنه زيه المراكوشيين معروفة هاد المنطقة فإذا بيصبحات الآن مستودع للنفايات بشتأنواعها احنا تنسنكروا هاد الوضع احنا ضد اي اي احد سولت له ونفسه ان يتجرع عن البيئة وان يتجرع عن عن اداية الانسان والاشجار لأنه الاشجار كانت هنا صبح لنا هذا القنت خالي صبح يعني احنا ابناء هاد المنطقة وتنعرفوها كيفاش كانت كانت يعني زاهية بالاشجار وبالاغراس وبالنزاية وبكده حتى صبحنا في واحد تلوث بيئي خطير لا ماتيلة لا وداخل طراب مقاطعة النخيل اللي كتتعرف يعني بتشيد وتتعرف بمساكن يعني اللي هي فارها وكده احنا الآن تنعيشوا هاد الوضع البيئي الخطير لأنه وضع بيئي خطير صبحات السكينة كتعاني منه صبحوا الناس عندهم امراض تنفسية يعني كيعانيوا من امراض تنفسية اطفال كيعانيوا من امراض تنفسية تتشعل هنا حرائق يعني لا فشتوى ولا فصيف كيعاني تكون تفصل منزيل ديارك وكتعاني من هذك الدخان ومن هذك الروائح الكارية هاد المواطنة منحقو يشم رائحة طيبة منحقو يشوف منظر يكون جميل منحقو لأنه احنا نزلنا الوعود وعطينا لهاد الناس وعود في الحمالة الانتخابية كلنا كأحزاب سياسية باش نعيشوا هاد المواطن المغربي في واحد العيش كاريم مني كانت تكلموا على القوانين اللي كتحميل بيئة في المملكة المغربية كانت تكلموا على القانون 11-03 وكانت تكلموا على القانون 99-12 وكانت تكلموا على القانون 13-03 وكيف كانت تكلموا على التوصيات اللي خرج بها المؤتمر الدولي كوب 22 يعني كان لقوا واحد الخرق سافر لهذه القوانين ولهذه التوصيات وبهذا تنطلب من السيدة رئيسة مجلس جماعة مراكش ووزيرة الإسكان والسيد رئيس مقاطعة النخيل باش يديروا واحد زيارة ميدانية لهاد المكان لان هاد المكان كيعرفوا حتى لووت بيئي خطير خصوم يجيوا ويظوروا هاد المكان ويشوفوا هاد الساكنة واشتير دولهم هما هاد المعيشة يشوفوا فيها هما ولدتهم يعني هذا وضع خطير وكانت منا ويكون تدخل فوري والعاجل لإزالة هذا الوضع الخطير